خسرنا معركة الجوع في اليمن اعتراف دولي من داخل مجلس الامن بالفشل في مواجهة الازمة الانسانية التي تفتك باليمنيين فالامم المتحدة وعلى لسان وكيل امينها العام للشيون الانسانية مارك لوكوك اكد في جلسة مجلس الامن الجمعة الماضية معاناة ثمانية عشر مليون يمني من الجوع الذين لا يعلمون متى سيحصلون على وجبتهم التالية مشيرا الى وجود اكثر من مليون حالة اشتباه بوباء الكوليرا التي تسببت بوفاة اكثر من الفي شخص اغلب كلمات اعضاء مجلس الامن حذرت من تأثير المعارك على الموانئ ففي الوقت الذي ابدت فيه الامم المتحدة قلقها من خطورة اغلاق ميناء الحديدة والصليف اكدت بريطانيا على ضرورة بقاء المعارك بعيدة عنهما الموقف الامريكي كان داعما للموقفين البريطاني والاممي حيث دعت واشنطن الى حماية صوامع الحبوب وعدم اقتراب المعارك من الميناء وهو ما يشور الى ظو امريكي غير معلن للتحالف لتحرير اجزاء من مدينة الحديدة لكن الموقف الروسية حاولت تغريدة باتجاه ضرورة بناء تدابر الثقة داعيا الى ضرورة مشاركة ايران في دعم الامن في اليمن والمنطقة مقترحا وضع الحديدة تحت الرقابة الدولية الجوع اليمني في مجلس الامن اسوأ جوع باجماع العالم لكن هذا العالم الذي يمتلك الامكانيات لايقاف مسبباته لم يخرج بعد من دائرة التحذير والادانة في وضع لا تمتلك فيه الشرعية غير مناشدة هذا العالم بتحرك جدي لحسم المعركة مع مليشيا الحوثي المتسببة الاولى في الازمة الانسانية